اشتركوا في القناة هي بتعمل اكسسوارات من الكريستال واللولي ومعايا وفاء إبراهيم فن الديكوباج بتعمل حاجات جميلة جداً هنشوفها مع بعض كمان معايا رحاب سيد محمد وبرضو هي عندها مشروع اكسسوارات والحقيقة الشباب دول شباب مكتهد جداً لان هما يعني مش ما انتظروش الوظيفة مش قاعدين كسلانين في البيت بيضيعوا وقت هما شافوا الموهبة اللي عندهم وبيحاولوا ينموها وبيطوروا من نفسهم انا برحب بيكم معانا وقولي لي هدير عرفيني بنفسك انا هدير تار 27 سنة مصممة ازياء بعمل لبس اطفاله كبار واسكارفوت اللبس بتاعي او المنتجات بتاعتي شوية مختلفة هي معتمدة اكتر على الطباعة بحاول انا اختار طباعة او تصميمات للطباعة تكون مختلفة علشان العمل ابتواي او الناس اللي بياخدوا مني الحاجة تكونوا لابسين حاجة مختلفة وريني حاجات مثلا ده ياريت توريلي الكاميرا الكاميرا اللي هنا او اللي هنا اهي اهي ده درس لبس خليك يعني اقع في كده ايوان بس ده درس طفلة مطبوع طبعا هو الدرس ده بيكون متحركيهوش خليه شوية اه ده مطبوع طبعات اه دي كلها طبعا الومايشة كلها مطبوع اه تمام ده انتي اللي مصممة من اول و الاخر اللي مصممة من اول و الاخر تمام مورينا حاجة تانية اوكي معي طبعا السكرفات يعني مسلا دي ايه سكرفس او سكرفس اه ممكن دي زي كفية كده ايه او او لو حد محاجة ممكن يلبسوا ازا طرحة اه زي طرحة طرحة تمام دي سكرفات برضو بزبط يا اما على الرقبة يا اما تلبستها طرحة دي لين الزرق اه بزبط كده شوية مختلفة في عندي الكود ده جريت توريها للكاميرا وخليكي كده وقفة شوية ده برينت برضو او كله برينت اه تمام تمام وفي طبعا حاجات هنا مرسومة عليها بنت أفريقية دي للأطفال اه لا دي كبار اوكي اعودي اعودي مكانك اخدي كزا حاجة معيك انا هايخده لبردو اعودي معي مكانك ده للكبار او بالزبط هو ده ويشو انت اللي بتعملي التصميم التصميم والبطرون وخياطة وتصميم القماش نفسه خليكي وري البنت دي الأفريقية اه ده جاكي تكبار حلوة البنت الأفريقية دي في معي حاجة هنا ده للمام والدوتر لأم وبنتها سويتشرت برضو مطبوع اه ده لما الأم والبنت والبنت الصغيرة البنت الصغيرة بالضبط اي جننه كله برينتينج كله برينتد او بالزبط كله برينتد كله برينتد والمودال نفسه من قوله لأخر وانا اللي بعمله يعني من قول البطرون لحد ما يطلع قطعة للعمى اللي تتباع فده كله انا بعمله رفا عليكي وشايفة فوت اه لا مش فوتة ده شال شال شتوية اه اعدي اعدي برضو عليه رسومات أفريقية شال تقيل بيدافي يعني بتحط على كتفك بيدافي اه مادرن حاجة مادرن جدا اه طيب وليلي الحاجات دي بقى بتاخدك وقت ايه تعمليها اه على حسب تصميم القماش نفسه اتباعة طبع شركة اتباعة لا يعني ممكن مثلا قدع تاخد مني اه لو هو القماش جاهز ممكن تاخد مني يوم او يومين علشان تخلق دي موهبة كانت عندك دي موهبة كانت عندي طبعا التوارد بعد كده بالكورسات وبالممرس اخدتي كورسات اه اكيد طبعا اه كورس تصميم ازياء ورسم ازياء كمان تمام وبالطواري من نفسك كل شوية طبعا اكيد كل شوية بما كل الممرسة اكتر كل ما يكون افضل او طبعا اكيد لازم اتابع الموضة السنية دي الالوان ايه الديزاينز الجديدة لنزل السنية دي لازم اقدر انزل يكون مواكب للموضة قوليلي بقى بتبيع ازاي اه اونلاين لحد الوقت عندي بيج على انستجرام وعالفيسبوك باخد أوردرز اولاين ببعت للناس الموديلات الموجودة بالمقاسات بتاعتها بالسايد شورت وباخد الأوردر وبعته ليهم عن طريق شركة الشحن تمام شغالة كويس انا ليه بسألك الأسئلة دي شان الشباب اللي يشوفونا دلوقتي عندهم اي موهبة لكن في بعض الشباب بيبقوا محبط فيه يقولك انا يعني لسه هعمل بقى وانمي هويتي او محدش هي يعني مش مجزاية مع حد شي نوع من الإحباط سبشي لما يكون هو أوريدي شغال في مكان بيكون خايف ياخد الرزق ان هو يفتح المشروع بتاعه فلا هو الفكرة نفسها يعني محتاجة ان احنا نجازف عشانها لان هي كويسة جدا سبشي لو انت عندك فكرة مشروع شايف ان هي هيكون ليها مستقبل بعدين لأ اديها وقتك هتنجح فيها وهتكبر المشروع بتاعك انا دلوقتي يعني الحمد لله عندي خمس تلاف على البيت فأنا الى حد ما هي معروفة والحمد لله ببيع أكيد طبعا محتاجة ان انا عالي مبيعاتي طبعا وتعملي تسويق وماركتينج وحاجات كده أو في الوقت الحالي برضو ببيع بشكل كويس الحمد لله طب الحمد لله يا رب دايما طيب شايماء انت بتعملي اكسسوارات من الكريستال كريستال ولولي ومارمر جميع عنواع العقيق وكريستال ولولي ومارمر اي حاجة بتخص الاكسسوار انا بشتغل فيها تمام قوليلي طيب ابتدتي امتى الموهبة دي برضو والله من سنتين انا اصلا رب تمنزل عندي اربع اطفال اي ربنا يخليهم دي طبعا حاجة كويسة جدا انك تقدري تعمليها من جوة البيت اه طبعا الموضوع في الاول بدايته كانت معي بداية بسيطة بشوية سبح كنت بعملهم الافكار ده خليت معي في الكليهات ابتدت اعمل اساور حاجات لنفسي بعد كده طورت عملت بيتج على الفيس وعملت نزلت الشغل ابتدى يعجب الناس ابتدى تكبر اكتر بعد كده اتجهت لجهاز التنمية علشان انزل معارض طبعهم برافو عليكي الناس تعرفني اكتر شغل يتعرف اكتر لقيت تنمية بصراحة هم ممتازين في المساعدة يعني مش شرط ان انت تاخذي منهم كاردة او مساعدتهم ليكي حلوة جدا بيساعدوكي بيعرفوكي يعني بيديوكي معلومات اللي انت عايزات وبينزلونا كمان معارض لما بيبقى في معارض بيكلمونا ولونا في معارض يعني كنا نزلين معارض تراصنا لحضر سيادة الرئيس كان معارض حلو جدا وكلنا صراحة اكتسبنا فيه خبرات كتير من بعضنا انا كمان طلعت منه بكزا حاجة يعني انا بشتغل في الاكسسوار ودلوقتي بعلم نفسي شغل الريزن شغل الجلود بطور من نفسي لان انا شفت حاجات كتير عجبتني فحبيت اطور شغلي ادخل الاكسسوار فيها طيب انت بقالك قد ايه بتعملي الموضوع ده؟ سنتين سنتين مجزية؟ او الحمد لله وبصدر كمان للسعودية بتصدري؟ او بودي الكويت لا بجاب او والله الياز دوين كتير سعودية وكويت طيب وصلتي لده ازاي بقى؟ هل كنت تعرف حد فيه؟ لا هو عن طريق المعارض اللي انزلتها المعارض دي اصلا بتخليك انت تتعرفي اكتر يعني ما اعتمتش على الفيسبوك بس او البيتش بس برابو عليك ما اعتمتش عليه بس لما لجأت او حبيت اروح انزل معارض شغلي تعرف اكتر ناس عرفتني اكتر اتعاملت مع ناس مثلا نزل زيارة هنا اسكندرية جاي عندنا اسكندرية او نزل القاهرة انت من اسكندرية او نزل عندنا زيارة فعرفوا شغلي وعجبهم تعرفت على واحدة شافت شغلي عجبها طلبت مني بقتاخد مني بكميات تودي معيها امريكا لصحابها هناك حبيت ان انا كمان شغلي او حاجة اتعاملت هنا في مصر تلعد برا فمعروفة دي انت جابها منين انا جاي من مصر اه طبعا يعني انت بتديتي تصدري شغلك كمان اه الحمد لله اه طب مبروك ألف مبروك دي خطوة كويسة وخطوة متقدمة برضو الحمد لله يعني الواحد ما يحبطش انت ما تعرفيش برا ما تعرفيش حد في السعودية ما تعرفيش حد في امريكا لا لا خلص هو كله عن طريق المعارض اللي انا نزلتها كلها عن طريق المعارض اه دي تبع الهيئة تبع جهاز التنمية جهاز التنمية تبع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتغسطة اه تبع دكتورة نيفين جامع اه يعني خلص هو جهاز التنمية اه تمام طيب اه ودخل بقى معارض بعد كده وقال لي بتطوري من نفسك ازاي اه هو بصراحة في معارض كتير يعني هما كمان احنا معارض تراصنا ده احنا كنا دايما احنا اللي بنسع على المعارض يعني ندور المعارض موجود فين او هما يتصلوا بينا يقولوننا على معارض اه فمعارض تراصنا لا كتير بيتصلوا بينا احنا يعني خلاص انت البرند بتاعك تعرف فاحنا عايزينك تنزلي معانا معارض فدي نقطة او حاجة كويسة ليا انا انا اطلب بالاسم ان انا انزل معارض معين او احضر في مكان معين دي بتبقى حاجة كويسة ليا وليلي الكريستال من الاحجار القيمة اه طبعا بصي هو الكريستال فيه نوعين فيه النوع اللي هو الشعبي وفيه النوع الصيني النوع الصيني ده ممكن تستعرضي الحاجات واحنا بنتكلم يعني شيلي العقد زي ما هي عملت ووريلي الكاميرا لا لف فيه كده للكاميرا ايوة يعني العقد دوت من الكريستال الصيني البروش اللي فيه من الماركوزيت الفصوص اللي فيه كلها لونها ما بتغيرش يا سابتة الكريستال بقى قيمته في حاجة انه ولا بيقشر ولا بيغير ولا مثلا لونه بيبهت ولا اي حاجة وليه لمعة كده حلوة وقيمته فيه لو حضرتك تخذي بالك من افلام زمان جدا كان لبسوهم في الافلام بيلبسوا اللولي والكريستالات وكانت حاجة يعني رجعت قيمتها تاني كانت زمان ومسلا اتقطعت فترة دلوقتي الكريستال قيمته رجعت زي الاول انا معيك انت عارفة انتي ما عليش رسألك سؤال انت بتبقى عقدة زي ده بكيان ورينا الحاجات المختلفة بسقولي لي عقدة زي ده انت بتبقى عادي على الفيسبوك او 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 ببقى عادي عقدة زي دوت بتبقى قيمته غالية شوية لسببين اول حاجة احنا الخامات اصلا بنجيبها غالية لان احنا مش بنجيب بكميات كبيرة احنا الحاجة بنشتريها من هنا فبنجيبها غالية الكريستال ده صيني مش شعبي فاكيد هشتغل بحاجة كويسة لان ده براند لازم يبقى حاكته كويسة البروش ده برضو غالي لانه لونه ما بيغيرش الفصوص اللي فيه ما بتقعش يعني كلية زي ده مسلا يعني بيع انا بيعه ب800 جنيه كويس قوي يعني انا عايز اقول ان الحاجات دي برا انا شفت الكريستال ده وعقد الكريستال فاسبانيا مش عايز اقول الاسعار يعني فوق المبلغ اللي هي بتقوله ده بكتير ونفس الكريستال اللي بيتم استخدامه ده ما هو ده بقى اللي بيفرق بنا وبين بره وفي اوروبا عموما الحاجات دي غالية جدا يعني عقد زي ده بره غالي جدا اغلى من اللي هي من التمر اللي هي بتجالي ده عقد من اللولي وطعامته بالكريستال وبروش برضو من المركزات ده مطل يذهب لونه برضو ما بيغيرش برضو اللولي ده مش من النوع اللي هو بيقشر اللولي برضو صناعي بس صيني يعني القشرة بتاعته ما بتطلعش يعني كل حاجة في السوق في منها الحاجة الشعبي وفي منها الحاجة الأشياء شوية يعني تمام ورينا حاجات تانية كده ده برضو كليه من الكريستال الاسود برضو امطعمه ببروش من المركزات فيه حاجة كمان الشغل ده بيبقى مسته او اهميته في تقفيله ان انتي علشان تطلعي انتك كويس في الاخر ان انت تقفليه تقفيل كويس فيه حد ممكن ياخد منك حاجة فتطقطع فمثلا دي بقى النقطة الفصلة بين شغلك او بينك وبين حد مثلا تاني فدايما كنت يعني بتعمد في شغلي او في التقفيل ان انا اناقل حاجات اللي هي تبقى ملفتة لأي حد ياخد مني حاجة يعني حسنها ان هي مختلفة في التقفيل بتاعي تمام ورينا برضو اخر حاجتين كده سريع وبعدين نطلع للتقرير بس ورينا في حاجة برضو هوريها لحضرتك دي كلها كده الصورة على بعدها ده شغل هندي لو حضرتك ده انتي اللي عملت او ده شغل هندي ده من التفسيرة ومن الكريستال ومن الفواصل المعدن دي حزازة كده على بعدها كلها بتتلبس بكام دي دي بمية وخمسين ووريني كده احتفاي وفي واحدة جنبها صيح طب ووريني اللي جنبها برد هنا لبس اخدر كده Wow يا جماعة اهو بس مينفعش تتلبس بساعة صح تت certaines اه ادي الساعة اهي 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 يا جماعة شحة وعادي لي هكذا سمي لاخبطتها لك لاخبطتها لك اهي اكسسورات حلوة اوية يا جماعة اهو اه طيب ايديك فائع اهو اهو ممكن هنا كده اهي ممكن ازي بقى كمان ورينة ام انتشوف الثانية بس فاكما اجيبوك هل ادي كم دي 150 بقى ازي داخل فيها كيكو كريستال وتفسيرها حلوة اوي طيب طيب خلينا نشوف تقرير قبل ما نكمل يعني نشوف تقرير عن المشروعات الصغيرة وبعدين يجي نشوف البناتية الجمال اللي معنا دول عاملين ايه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة